السلام لبنايات اليوم سوف نقوم بعمل بعض وصفة بطاطا بالفرماش ولكن هذه المرة سوف نبدل طريقة سوف نريكم طريقة أخرى لكي تقدموا البطاطا بالفرماش تحكم يعني تنوعوا خصوصا لنا في رمضان لذلك عندما نطول عليكم نروحوا الوصفة في الوصفة نحتاجوا حبيثة بطاطا يكونوا صغار يعني صغار نوعا ما ونقشرهم ونغسلهم ونقطعهم هكا على شكل دوائر كيف نكون نشوفوا في الصورة نضعهم شوية ملح ونقلوا البطاطا تعنا عادي اذا بعد ما نقلوهم نقفوا الحبة ستاونا نخلوهم يبردوا ونجيبوا اي نوع تاع فرماج انا راني درتلكم نوعين تاع فرماج نوع تاع نابولي وفرماج نوع تاع الميزان اذا نقفوا حبة ونقفوا الفرماج تاعنا في الوصف ونبلعوهم ونقفوا ونقفوا الحبة ونقفوا في البيض ونقفوا في البيض ونقفوا في الاشابرور وتقليها وتحصل على كورات تعباطا قرمشين يعني صراحة فلقوا يجويه بلوبل خصوصا الفرماج ونقفوا في الاشابر ونقفوا في الاشابر انا الوصفة نستعملها ونقفوا مع الاطباق الريقية مثل ان كما هذا المرة قلت لكم الاشابر ديكوريات البطاطاة بتاعي بالفرماج تحت الفرماج هادوك طوابع تاع ديكوغاسيون فورا قدمتهم عشدة تح الحم اذا انتي وما تحبيت تقدميها يعني فريت حمر لوج وشكرا للمتابعة